شهيدة سمشي خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشباب ورياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة شهيدة الفحص الرسمي للوزن للنسخة ثانية لبطولة بريف فنون القتال المختلطة حيث يشارك في هذا الحدث العالمي عشرون مقاتلا من مختلف أنحاء العالم يتقدمهم المقاتل البحريني المحترف حمزة الكوهجي بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين نسخة ثانية بنكهة عالمية تستضيفها مملكة البحرين بمشاركة أقوى المقاتلين في عالم فنون القتال المختلطة فبعد انتهاء الوزن الرسمي يبدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث الأكبر في الشرق الأوسط وذلك برعاية من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الذي عبر عن سعادته بحضوره ومتابعته للفحص والوزن الرسمي والتي عكست مدى الاستعدادات الجدية والقوية التي أجراها المقاتلون لهذه المشاركة وما شاهده من تحدي واضح بينهم قبل انطلاق الحدث مؤكدا سموه عن ثقته بالمقاتلين في تقديم أفضل المستويات القتالية والتي ستساهم في إبراز وإنجاح هذه النسخة من البطلة متمنيا سموه في الوقت ذاته لهم التوفيق والنجاح لتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم في هذه المشاركة وقال سموه بريف البحرينية العالمية ولدت لتبقى وتستمر وتنتشر في مختلف بلدان العالم والذي نهدف من خلالها لمنافسة أقوى المنظمات الدولية في هذه الرياضة مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية والتي ستعكس الجهود التي نبذلها في ترجمة توجيهاتي ورؤى سيد الوالد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى لتعزيز سمعة البحرين عالميا والتعريف بما وصلت إليه من تطور في شتى المجالات لسيما المجال الرياضي وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الجهود ستتواصل في سبيل الارتقاء برياضة فنون القتال المختلطة البحرينية والتي نجحت في وقت قياسي في فرض نفسها بين البلدان المتقدمة في مجال هذه اللعبة وأصبحت اليوم من الدول المتطورة بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عبر الخطط والبرامج التطويرية الهدفة لمواصلة عملية التطوير في القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة والذي ساهم في تحقيق الرياضة البحرينية للنتائج المشرفة والإنجازات بمختلف المشاركات والبطولات